سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقات ان شاء الله هنبدأ مع بعض المحاضرة. لو صوت واضح الناس بس تدوس واحد. فلنعمل ايه تأكيد? لو صوت واضح الناس بس تدوس واحد. طيب نتوكل على الله. بس نحن الرحيم انا اسمي عمر سليم اه شغال في مجال البيم بقى لي تقريبا اربعتشرة سنة. وفرق كتير جدا معي وتمنى ان هو يفرق معكم ده ان شاء الله. النهاردة نتكلم على التكنولوجيا الاي ار والفي ار. بس في المجال ازاي ممكن تفيدنا في المجال طيب فقبل ما ندخل في النقطة دي هنتكلم في بعض النقاط التعريفية تمام ايه هو البيم ايه ايه هو الفي ار ايه الفرق بينهم وهكذا طيب طيب احنا عندنا في مجال لنا سنين طولة جدا ما فيش اي تعديل يعني نفس الاجهزة ونفس النسب الانجاز ونفس المشاكل اللي بتحصل تقريبا اخر خمسين سنة دي ما فيش اي اي تطور حصل بينما لو بسيت لصناعة مثلا زي صناعة السيارات او صناعة الموبايلات او صناعة الالعاب او صناعة الفيديو جيم كل الحاجات حصل فيها تفارات رهيبة جدا تمام اصبح الحاجات اللي احنا كنا بنستخدمها من عشر سنين وعشرين سنة بتحط في المتحف يعني زي ما انا قلت قبل كده ان انا اخدت اه معاذبني وروحنا متحف اه قطر القومي فلاقينا التليفون اللي هو بقرس التعزمان دوت فبقول لي معاذب ده تليفون فبش مصدق طب انت ازاي بتحطه في جيبك ازاي بتخرج من القاعد يضحك يعني مش متصور انما في مجال ما بنلاقيش تطورات يعني فين وفين لما تلاقي اختراع صغير كده حصل او روحت الموقع عليها في حاجة اختلافة التكنية الكبيرة جدا اللي عملت طفرة كبيرة هي التكنولوجيا البيم او بلدنج انفورميشن مانجيمنت او كنا زي ما دلوقتي غيرها بقيت مانجيمنت ان انا حط كل معلومات المبنى في موديل وهنشوفه مع بعض الفكرة ديت او خلينا نشوف دلوقتي فيش مشكلة يعني ده مسلا مشروع من المشاريع الكبيرة جدا المهمة بس انا خدت منه الجزء اه صغير جدا انه هو الجزء بتاع المسجد اه والمشروع ده كان معمول شكل قوي جدا فهتلاقي انه ماشي تبع كده اسم المشروع اسم المالك وبعد كده اه حدقته دي ولا ثري دي وبعد كده الرقم بتاع حسب ما احنا سمينا زون او كده وبعد كده اسم مبنى فكماشي بكود مظبوط يعني المهم ده دي فكرة البيم اي حاجة تعمل على سلكت تمام لازم يجيب لك كل المعلومات الخاصة بيها باش مجرد انها مودلينج او كده لأ بيجيب لك ان دي مسلا والسويب ودي الليفل بتاعها كزا والمعلومات دي الفكرة كلها الفكرة دي باش النهاردة الفكرة دي من سنة الف تسعمية اتنين وستين احد العلماء قالك ايه رأيوك لو حطنا كل المعلومات في الجهاز اللي طالع جديد ده اسم الكمبيوتر وساعتها المبنى هنقدر نشوف الكلاشات ونشوف المشاكل وهنقدر نعرف تكلفة المشروع وتخيلوا فعلا جي صحيح بس كانت الاجهزة ساعتها بطيئة جدا تمام فما كانش فيه امكانية ان هم عمل حاجة زي كده اول ما اللي جدا بدأت اتطور بدأوا فكرة البيم ديت واول برنامج اتعمل بالبيم هو الاركي كات تبع شركة جرافي سوفت سنة الف سعمية اتنين وتمانين بدايته تمام وهو شغال بالخود بشكل سليم او ماشي على الخاصة بالسطاندر بتاعت البيم بشكل قوي جدا اقوم من بيت فكرة البيم طب ايه بقى علاقة البيم بال اي ار او الفرق بينهم اولا طيب انا عايز اسمع من النقوة لو في حد يقدر يقول لي الفرق من ال اي ار و انا عارف ان انتو اشتر مني واحسن مني فلو حد عايز يفتح بس يقول لي وانا فتح له ميت يعمل بس عشان ايه تبقى محاضرة فاعلية تمام اي حد بس يعمل بس هنده يفتح له المايك ويقول لنا ايه لفرق من ال اي ار و اي ار و اي ار و اي ار و اي ار ايوة 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 حد عايز يقولي طيب انا عايز امحاضرة فاعلية انا اي حد عايز يسأل حد يتكلم ااا براحته خالص. ماشي؟ طيب. الفرق بينهم حاجة بستخالص ان انا ببقى شايف المبنى اللي انا موجود فيه بالاضافة للموديل او النموذج اللي انا عامله. ده الفرق. تمام? لو حد عايز يقول اي حاجة يعمل بس ونفتح الماء ونتكلم مشكلة. يعني خلوها حوارف في عوية. الفي ار ما بقى شوفش غير الحاجة اللي موجودة على الكمبيوتر. بمعنى لو انتم شايفين الصورة دي. الصورة دي في المشروع اللي هو كنا نستخدم في الفي ار وكان بمشروع المسجد. او مشروع كله كان كبير بس كان عاملين زوم على المسجد في اللقطة دية. وانا لابس من ضرق فبش شاف اللي حوالي. تمام? وده منوع من انواع الادمان. لان انت متبقى شاف اي حاجة خالص. تمام? اه. غير اللي موجود هنا. كانك مسلا لبست حاجة. لايه علاقة بالضانصرات. فانت مش شايف المباني اللي حواليك. انت شايف بس. حاجة واحدة بس اللي هي حديقة الدانصرات. في الناس بيتدمنها. هو مسلا نفسه يتخيل ان هو عايش في العصر الاندالوسي مسلا. تمام? فطول الوقت هيكل شوية يلبس دي ويغيب عن الوعي وعدي يلعب الالعاب دي جدا. فيها حاجات كثيرة اه نوع من الانواع اللي ادمن لان فعلا اه في بعضهم بسبب سعادة للانسان. تمام? طيب. طيب اللي يبقى احنا انا ممكن نشوف حاجة. معمولة في الكمبيوتر بالاضافة اللي موجود فيه. يعني ممكن انا بقى شايف الغرفة بتاعتي. بالاضافة ان انا ايه عملت دانصور صغير وعملت لعبة صغيرة حتى كده. الحاجات دي بقت منتشرة جدا. يعني انا عايز اقول لكم ان ان انت درات في بعض الالعاب منهم. لو شاريت اه اللي هي البيضة اللي اللي فاش في قراطة ولعبة صغيرة كده وتلاقي الاصفال كلهم اه شبطانين فيها ويعودوا يتمرموها على الارض عشان ايه نجيبها لهم. تمام? دي اه. دي اه. دي اه. دي اه. الار ببقى شايف الي ان انا فيه وفي اا حاجة بتتحرك. زي كان فيه بعض الالعاب كده كان يوليك استعد كائم خراسي باش فاكر اسمه ايه اا ايقون او حاجات زي كده وانت طاعد تمشي وراه وفيه طاعد تصطاد وحاجات زي كده اكيد الناس لعبت اللعبة دا جيت. تمام? فالار ليست يضمات كتير في الكونستوركشن اه. ليست يضمات والبي ار ليست يضمات في الكونستوركشن اه. بس نخلي بالنا ان الاتنين دول ما كانش ينفع دخلهم في مجال الكونستوركشن من غير البيم. طب ليه من غير البيم? انا بس هسواء لو حد عايز يجاوب ويفتح المايك ويجاوب. قلينا نفتح المايكات للناس كلها. تمام? اي حد عنده حاجة يعايز يفتح المايك يفتح ويجاوب يا ريت. ليه من غير البيم? لان ما نفعش ان انا ادخل على ال اي ار والج ار تو دي وخلاص دي شابق لها معنى. يعني انت لابس انت ضرب وش شايف حاجة غرشوات تو دي. فمعناش معنى انما في البيم انت فعلا انت بتدخل جوة المبنى وتقدر تماشي جوة المبنى وتقدر تاخد معلومات من جوة المبنى. فدي بقية السوريسية. لا السوريسية مش تعطين محفوظ. اه دي التانية بين الاصرين واصر الشوق والحاجات دي. لا مش دي احنا همتكلم ايه البيم مع ال اي ار مع ال في ار مع ال ام ار المنكس الرياليتي وهكذا. خيب. تعالنا نشوف ان في تكنولوجيات كتيرة تعالنا. اه ما كانش بتدخل في مجال منهم ال اي ار وال في ار غير من خلال البيم. عندنا مثلا موضوع الزكاة السماعية. تمام? الزكاة السماعية لما تدينه لوح وتكاد وتقوله استنتج ولا بستنتج حاجة خالصة. تمام? حاجة مثلا زي درون. تمام? انا عندي درون هنا ممكن افتح الكاميرا درون روسو. بس ده الدرون ده بتده اتحكم فيه ان هو يطلع وينزل ويمكن يشيل حاجات ويمكن يركب حاجات في الموقع فتبقى حاجة كواسة جدا ده فكرة الدرون ممكن ابعته يصور حاجات فيه مثلا انا مش عارف ادخلها بيروح بنخلال الريموت كنترول يتحكم فيه ان هو يدخل مثلا فوق السيلينج ويبدأ يصور ويعمل لازر سكان او يشيل حاجة معينة مش قدر انشيلها لو انا مدين لوح اتوكات بشي هيفهم يروح فين بشي يعرف اللي اتفاعات انما لما بتديره بالبن بيقدر يستنتج ويفهم الفكرة كلها جاهز زي طيب حاجة برضو الانترنت الاشياء ان كل حاجة تبقى متوصلة بكمبيوتر ابسط حاجة اللي هو المسال اللي كنا نقدر نفهمه اللي هو ان التلاجة تتوصل اه بتبدأ شوف ايه الاكل اللي عندها الاكل نقس تمام تروح متصل بالسور ماركت وتقول له احنا عايزين اكل وطبعا اللي احنا معناش فلوس تمام او هو بيخصم على طول من الرسيد والحاجات داي كلها ودي حاجة اساسية لو حد يتكلم على موضوع الاسمارت سيتي مش مدالنا النهاردة بس من ضمن الحاجات مثلا انا انا شغال في مدارس مال لوسيل بيبدأوا يعملوا ايه ان انت تذهب للسور ماركت لا معاك لا فيه ازاء ولا معاك الفلوس وتدخل تشتري كل اللي انت عايز من السور ماركت وانت خارج هو اوتوماتيك بيشوف الحاجات اللي معاك ويبدأ يشوف البصمة بتاعت العين ويبدأ يخسم من الفلوس بتاعتك تمام كل ده اوتوماتيك مغير متوقف على طابور مغير اي حاجة فالص بصمة العين في كاميرا كده في الهوى انت مش شايفها في الساق بتبدأ شوف بصمة عينك وهكاس طيب عندنا حاجة اسمها الروبوتكس الروبوت بيبدأ هو يبني الواحده دراع آلي كده ويبدأ ايه يبني عندنا الـFacial Reality وهو الـIgmented Reality هنشوفهم في الاخر 3D Printing ان هو يبدأ يطبع مدن كاملة 3D Printing مش منتكلم ان هو بيطبع نموذج صغير متر في متر او 10 سنتي او 10 سنتي لا ده بيبني مدينة كاملة الناس هده بتعيش فيها ده مثلا الروبوت والـ AI اذا كان اسمها الـ Internet of Things الحاجات دي بدأت تاخد مجال قوي جدا وبدأت تبقى الميزانية المخطوطة للحاجة زي كده اصبحت حاجة ضخمة جدا الناس بتصرف فيها فلوس كتيرة بحيس انها تبقى سابقة في الموضوع دوت يعني بيقول انها تبقى خمستاشر آآ مليار آآ خمستاشر تريليون تمام؟ ده من في عالفين وسبعتاشر فمجال حلو جدا لحد ده ده فيه الموضوع زكاة صماعي لما قوله زكاة صماعي مع البن بيبدأ يفهم ويبدأ يطور نفسه ويبدأ يستفاد ويبدأ يشوف افضل تصمات ويبدأ يساعدنا على اتخاذ القرار ويبدأ ان هو يحل المشاكل وهكذا يعني بيعمل تفرة كبيرة جدا مدام بيستعين بتكنولوجيا قوية يقدر يفهمها تمام؟ يعني انا عايز اقول لكم قبل موضوع البامي ده كنت انا ومجموع من اصدقاء اكتن واحد بنبرمج شوية حاجات خلال كان مثلا ممكن نعد اسبوع عشان نبدأ نعرفه ونقول له ده ده دقت ده ده مثلا كيبل تري ده كان ده في الفين وخمسة تقريبا او الفين وستة فكان موجود رهيد جدا عشان نفهم برامج الكاد ان ده حيته تمام لا انا عند الحياة متعرفة جاهزة ففرج كتير جدا معنا تمام وهكذا فموضوع الزكاء الصناعي لما بنصدامه مع تكنولوجيا زالبين بيفرق معنا كتير جدا وبيقدر يستنتج الحاجات وبيقدر يعرف اه حصل حدثة قدر الله مش يفعل لا هو يبدأ يحل الموضوع يبدأ يشوف لنا المشاكل الموجودة فين بحيث ان هو يضمن ان الحاجات دي ما تكرراش تاني تمام فمجال الاستخدام الاي اي اي في بيقلل التكلفة ونقدر يساعدنا في اتخاذ القرار ويساعدنا ان اختار افضل الاشخاص لأداء وظافة معينة ويقلل الحوادث ويزود في في الموقع ويقدر يستخدم المضوع البيج دي تكلفة معلومات رهيبة بحيث ان هو ينظمها ونسبة كلها من هنا. انترنت ده ما قلنا ان كل حاجة بتوصلها بالانترنت. يعني حتى الرافعة دي مسلا ممكن اول ما نظبط ان اول ما يحصل ضالة حرارة معينة او الرياح معينة تقف. تمام? فكل حاجة مربوطة بالانترنت. اه حتى دروقات في بعض الشركات احنا بقيت الشركة تعتمد على بصمة العين. تمام? ما بقاش. فيو حد عنده سؤال. السلام عليكم محمد محلي الزكاة الاصطناعية بالربط في شيء هو اللي حاكوا بهذا الشيء مظبوط هو ده من نوع من نوع الزكاة الاصطناعية البسيط خلص بس فيه أخطر من كثير ده نوع من النوع الزكاة اسمعت بس هو فيه أبحاث في أكتر وموضوع البن بسيطة منه بحاجة كترة جدا ده جزء منه اللي هو الجنالات الزاين وانت ممكن مثلا تقول له والله أنا عايز أصمم بيت بمصفات كذا وكذا وكذا وثبه هو يصمم ويبدأ يدرس في الحاجات ده كلها زي ما تقول الجنالات الزاين ده حاجة قوية جدا وفيه البيب ليرني التعلم العميق ده برضو من حاجات القوية جدا إن أنا هو يكتر في حاجات أنا أصلا معرفوهش تمام؟ يعني يبدأ يحل المعلومات تأدي له مشكلة أنا مش عارفها ويبدأ يحلها يعني كان زي ما مثلا موضوع الزكاة الصناعة ده يقول لك الشترنج دلوقتي خاص الشترنج ما يبقاش من البعض الزكاة الصناعي الزكاة الصناعي إن أنا أدي برنامي الكمبيوتر لعبة ما يعرفش ما بدرش قواعد هو يستندج من نفسه إيه ده أنا كسبت طب ليه خسرت ليه ويبدأ يدرسها ويعرف القواعد بتاعت اللعبة ده ده اللي بيسموه بقى إيه التعلم العميق والحاجات دي كلها الله يكرم طيب إنتانت لو أنا قلتول إنتانت وهي الحاجة كلها ما عندهش فكرة البيم فكرة البيم إن أنا عملت سيليكت على عنصر أعرف المواصفات بتاعته كلها فدي لازم يكون عندي اسلوب البيم لو عندي اسلوب الكاد بفشل في حاجة زي كده طبعا فيه سنسور في كل مكان السنسور ده يعتبر ايه بيخليه يشوف ويسمع بيخلي الكمبيوتر يشوف ويسمع بس لازم يكون في برضا حاجة تانية رد الفعل احنا مش عايزينه بس ايه يديني معلمات وخلاص لا يبقى فيه رد فعله وفيه استجابة للحاجة اللي بتحصل لأنه ممكن الإنسان يقعد مثلا فترة يفكر أو ما يكونش موجود ساعتها لا هو يبقى عنده قدرة النوع من أنواع الزكاية الصناعي معنى تاريتو سينجس كل المجرد بدأت ترتابط ببعض تمام؟ فيبدأ هو ياخد القرار في جزء مستاني تمام؟ ودي برضو بيقولك إنها هتبقى على الفين خمسة وعشرين كمان سنة ثلاثة هاقوت هيبقى حداشر تريليون دولار مجال الاتصال بتاعها أو مجال الاتصال فيها فبدأت تزيد جدا الموضوع التكلفة ناسابلة تقل وبدأ الناس كتيرا تبدأ تستعين بيها ودلوقتي تبقى كل حاجة موجودة في الموقع وتقدر تستفيد بكل المعلومات اللي موجودة في الموقع والسنسور بدا موجود ممكن تـ يعني كان فيه مثل يقولك إحنا هنصب مثل خرصانة ونستنى فترة معينة قبل ما تعمل بحيث إنها ما تشاءاش بيبقى فيه زي سنسور يبدأ يقولك آه لا ينفع دلوقتي مش لازم تستعين ربعة وشين ساعة لا دلوقتي ينفع طبعا بدلوقتي ينفع بش بالفقاقة لا ده علم يعني بش جزوزة يعني لا ده هو يعني هو السنسور يقولك آه دلوقتي خلاص وسن المرحلة اللي نقدر نشتغل عليه تعال فالتكنولوجيا دي بقت موجودة في كل حاجة وأصبح كل مكان نقدر نحن نستنتج حتى مثلا الطريق مثلا أسهل حاجة إن مثلا إيه عندنا إشارات المرور بدل ما فضل واقف مستني أنا واقف مستني واصلا النحية التانية ما فيش النحية التانية ما فيش عربية وقفة فهو لازم استنى تتعاني خمس دقيق وخمس دقيق طبق أصلا ما فيش عربية نحية التانية لا هو أتوماتيك بيشوف لو في عربيات يفتح لهم الإشارة لو ما فيش عربيات يبقى في الإشارة أنا ده وقت أدور على مكان باركينج أركن فيه مظبوط وبنقعد تقريبا أنا ممكن أرحل بشوار في نصف ساعة أدور على راكنا مثلا في نصف ساعة النصف ساعة دي بها لكفاء بنزين وبطلع أول لكسيدي الكربون بشتان لكسيدي الكربون فيروح عليها على طوله وأوفر وقت تمام طيب الدرون الدرون دي اللي ورتها لكم في الكاميرا معلوش الكاميرا شغيرة لا أقا عاية اللي هي للتائرة الصغيرة اللي ممكن تتصور أو ممكن تشيل حاجة بمكان لمكان اللي هي موجودة هاية ببدا تتحكم فيها وبتطلع بكاميرا بتتصور ويتطلع علينا المعلومات وفيه يعني أحد السيد الأفاضل بس ما استذنتش أنه أنا أذكر اسم يعني بيان عشان الفلشو الباكجراوند دي طبعا صغيرة خالص ما فهاش الامكانات الجبارة اللي هي مثلا بكاميرا معينة أو كيات حكمات دي دي بسيطة خالص يعني فده من ضمن التكنولوجيات القوية جدا وبنقدر استخدامها وفيه احد اللي اعمل حاجة بسانو استاذ انتوش ان انا اسفل اسمه اا بتطلع تصور وتشوف ايه التطورات في المبنى واوتوماتيك تعمل تعمل تعالبرامفيرا يعني اللي هي صورت ان فيه عمود متبرمج ان هو العمود ده رقم وكزا يروح كتف البرامفيرا ده اكشوال تنفذ ده فعليا تنفذ ممكن تبدل ما تبعد حد وان كان خطر عشان مسلا ان يركب لمبه فوق لأ ممكن تطلع اللمبه ديه تروح يام ركبه اللمبه مدام الموضوع فيه فطورة على الانسان تمام اا وممكن بتعمل لك يا لازر سكان لما كان صعب ان تدخل في يا لازر سكان اللي عادي بتعمل الروبوت بيبدأ يبني هوت وشاف انت الشكل اللي هو تحت خالص ده ده واخد بزوايا ميل معينة فالموضوع صعب جدا يعني الدقة بتاعتها صعبة جدا تمام لا هو بيقدر يعملها بشكل قوي ودراع هي بتبدأ ترتب الحاجة زي ما انت برمج اهيت تمام عشان تضبط ديه اا صعبة جدا فهو ايه بالكمبيوتر بيبدأ بزوطه بس لازم تبعدينه معلومات صحيحة تمام لازم تكون معملة بمسر دي برينتج يهو بيتبع اه مدن كاملة وفي بلاد زي اه الامارات والسعودية اه هيستروفوا فلوس كتير جدا على الموضوع دوت يعني السعودية عايز تبني مدن كاملة بالتكنولوجيا دي اه الامارات برضو كذلك وتخيل مسلا اه ان احنا عندنا مسلا بلد بدون ذكر سامي بلاد حصل فيها حرب وضمار وحاجات زي كده فلو استخدامنا التكنولوجيا البم وطبع سواسيات الابعد هتبني بشكل ارخص وتبني في وقت قليل جدا يعني بتبقى سرع جدا وبدون اخطاء وتخلص لك الموضوع تمام اه فالموضوع ده ممتاز جدا يعني الناس ما تقولش لا ده تكنولوجيا مكلفة ومش مكلفة لا لما تجيب بص على تكلفة انت ابني المبنى بالاسلوب التقليدي او بالاسلوب دوت هتلاقي الاسلوب ده اوفار لك والتكنولوجيا البم بيش بتصرف انتهى يعني انت ايه الفرق بين دي والتكنولوجيا العادية العام الموظف او كده ما بياخدش حاجة هناخد ملالية انما بنوفر في المشاكل اللي ممكن تحصل لان ساعات بيحصل هادر عشرين في المية من تكلفة المبنى بتبقى هادر للموارد بسبب ان في حصل فيه اخطاء وفي مشاكل وكلاشات ما تشوفهاش غير اسناء التنفيذ وهكذا ايه مودون كاملة بتتبني بيه ال 3D بريند ده مثلا اه مثال على موضوع انه ممكن نعمل اه جناليتف زاين مثلا او حاجة زي كده ده اه نورمان فوستر طلبوا منه الناس اللي ما في الكويت اخواننا في الكويت ان هو يعمل لهم برج معين فهو صمم برج واحد من دول وبعد كده بقى بالجناليتف زاين والداينامو والبرامج ديت بدأ يعمل اه امسية كتير مرة زي كده يعني مرة مثلا نتقبر عدد لدوار مرة غير الزاوية اللي هنا غير الزاوية اللي هنا وطبعهم بالبرامج ترسلي دي وبدأ نتشوفهم وتختار اللي هم عايزين ده حاجة عاملة زي الداينامو بس ده اسمه جراس سوبر موجود في الراينو والراينو من البرامج الكواسي جدا لتصميم الكوتال والتصميم اشكال غير منتظمة وحاجات زيكا ده المبنى في الاخر لما اه تشكل هو ده المبنى اللي تنمتز وقتروه طيب نبدأ بقى في الاجمانتد رياليتي اظن ده الموضوع واضح بالنسبة لناس ايه هو الاجمانتد رياليتي اللي هو ان يبقى عندنا اشاف الواقع اللي انا موجود فيه وفي نفس الوقت مدخل جزء مستمم معلش الناس بس ايه عشان هنحتاجها بعد شوية تسطب البرامج دوت اي يو جي جي دي تسطب البرامج دوت على الاندرويد والايفون اي يو جي جي دي اي يو جي جي دي تسطبه بس وهنعرف ليه طيب نكمل بعد اذنكم تعالوا نشوف ايه استخداماته وزي ما قلنا ان هو في مجال الكونستروكشن ما ينفعش اشتغل مغير البيم هو لازم نبيم عشان ايه عشان ان عمر عايز كده لو حد عايز يفتح الماك عشان نتكلم ما فيش مشكلة انا ما نتطبع غلط من ايه بناء اللي سوف مثلا على سبيل المسال اللي يجمعنت دلالتي ممكن نفيدك في ايه ممكن نفيدك ان انت قاد في مكان لسه ما تبناش وعايز تتخيل لما يتبني بعمل ازاي بدل ما بعد ما تتبني اتفاجأ ان هو غير مناسب للمكان اللي حواليه فبتبقى واقف وشايف المباني وتروح حاطة الموديل بتاعك في المكان اللي انت عايزه وتدبقى تشوف ده مسلا على سبيل المسال طيب ينفع ايه تاني ينفع ان انت مسلا مبنى تعمل وفي موصير تحت الحيطة فبتدخل صورتان على بعض وتبقى شايف الحاجة معمولة ازاي تمام تبقى عارف ان فيه هنا مصورة بدل ما تدخل شنيور وتلاقي فيه كهربا ولا مية او كده لا تبقى شايف انت بيديك كدرة ان انت تشوف ورا الحيطة لا هو بيديك كدرة ان انت تدخل الموديل بتاعك تبقى شايفه وشايف الحيطة في نفس الوقت تمام طيب اه دي مسلا حاجة احنا بنعملها وهنشوفها مع بعض دلوقتي ان انا بطبع ورقة تو دي ومن خلال الموبايل ابدأ اشوف تو دي سري دي بالشكل ده وبالشكل ده وفيك كتروجيات كترة معمولة كده فممكن مجرد ان انا ابص على الماكنة نروح اجايب لي كده اه حاجة تفاعلية يقول لي خلي بالك دي مفروض توصل بكذا ودين توصل بكذا ما كان مسلا زي او الحاجات دي كلها بطي يروح وقول لك خلي بالك لازم تسيب مستفى قد كده عشان قبل ما تركب الفلفات والحاجات دي كلها طيب دي ممكن برضو ان ان انت القودة بتاحتك عايز تشري فيها سرير ومكتب وخاف بعد ما تجيب السرير ومتلاقيه كبير او صغير او كده ففيه برامة كترة جدا زي برامة ايكيا طبعا كنا نعرفين ايكيا تمام اه بباع افكار مش بباع منتجات فتقدر تتنزل الموبايل وتبدأ وانت نصور المكان تبدأ تتنزل الحاجة اللي انت عايزة ده لو في بعض البرامج يخليك ايه تروح يصور لك يعني انت بصور نفسك وشايف نفسك فيديو وتبدأ تختار الملابس وتبدأ تلبس انت الملابس دي يعني مش هازل التيلع وتلبسه بتاع لا اوه بجرد حطه كده يبدأ ايه خليك تبس تشيرت مثلا النادي الاهلي نادي الزمالي حسب بقى انت بتشجعت تمام ممكن انت بقى ماشي وفيه مثلا شغل يبعمل خسار وكهرام كانتك مش خسار فتبدأ تشوف لما يخلص شغل هيبقى عمل ازاي هل هو فعلا هيبقى مناسب ولا هتطلع فيه اه مشاكل في قلب الاجتماعات بنبدأ نزهر الشكل اللي دوت اهو تمام طيب يعني ايه رأيكم يعني لما الواحد يشوف حاجة كده تو دي ولا ما تبقى شايفها سري دي وتقدر تعمل زوم وتقرب وتروح وتيجي في قلب الاجتماع تمام يعني هنا انا بشفهم حاجة انا انا اهو بشفهم حاجة فالص بعترف ان انا لو شوفت حاجة زي كده مش هفهم وساعات كتير جدا المشروع بيخلص وتلاقي الناس اللي شغال في المشروع ما كانتش متخيلة ان هو المعمار يوم يقصد كده او النشاء يقصد كده تمام يعني فيه كل واحدة حاسب التخصص بتاعه بيفهم ممكن الحاجة تكون غريبة شوية فهو بش متخيلها انما هنا تشوفها سري دي وتقدر تعمل زوم وتقدر تعمل سريكت على انصر وتاخد المعامة اللي انت عايزها فاي رأيكم نختار الديت ولا ديت نختار اليمين ولا الشمال انا اللي انتشافينا ممكن تكون اسهل وينفع ان انت صدامة بشغلك طيب الفيرشور رياليتي انت كانك شاف فيلم داخل جوه المكان وتبدأ ما تشوفش حاجة غير الفيلم دوت تمام المقلسة مخلصة وانت بتلبس الحاجة دي وتبدأ تشوف طيب ايه الاستفادة لو انت فاكرين اقول صورة كنت انا لابس النظارة ديه ودي حلنا بقى مشكلة اللي هي الريورك ان المالك كل شوية لا 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 مش مش هو ده اللي انا عايزه لا 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 بس اللي مش اه لا يعني متقلب وكل شوية يقولك لا عد لا لا انا بقى لا لا مش هو ده اللي انا عايزه لا لا انا قلتلك اللي احمر بس ما طلعش هو اللي انا عايزه انا عايزه وازرق اخضر فلا احنا لما بيشوف الحاجة كبير شو الريالي تبقى انه موجود جواها بيقول التعديلات قبل ما بنهدأ ننزل الموقع والنفس فده بيوفر بلوس كتيرة جدا لا حصر لها تمام احنا بقى لما جربناها قبل ما الراجل يجي فالناس قالوا عايزه انا جرب فاكتشفنا مشاكل فعلا كانت موجودة في الدزاين ومشاواتي ببالنا منها منها مسلا اقول لكم المشروع عشان بس يبقى تطبيع عمل اكتشفت مسلا ان في مكان هنا الناس اللي برا همش شافها وده غلط فلازم لانما نحرك المكان الناحية دي لانما نعلي البربت بحيث ان اللي ماشي في الشرع ما يشوفش الشغل الكهروميكاني كانوا ما يشوهش ساكن المكان وده ده قاعدة عامة في المشروع مش في المسجد بس تمام ده اثناء الاجتماعات وده فعلا الدرعات دي اللي حيكون لابسينها يعني دي بش بس هو صراحة كان عندنا نضارة واحدة ما كانش عندنا اربع نضارات لانها مكلفة جدا او او مكلفة الاشخاص لانما لو شركة ما فيش شركة مفروض تشغل من غير النضارات دي اللي موجودة معها في الاجتماعات تمام الحاجات دي الحاجات دي بتفير جدا في الشهر طيب خلينا نشوف كده فيديو قصير اهو تخيل الناس واخدى بالها اهو الكوبري اللي سي متعملش الكوبري ده مستمب في الكمبيوتر وراح هتتلك الكوبري هوت وبدأ يدخل شكله وبدأ يدخل جوان مبنى الحاجات اللي هي لندن اللاسفار ديت الفيلم دي مش موجودة او بيحطها بتخيل لما تحط تبعاملنا ازاي تخيلنا مسلا بعد معملنا الكوبري ده وتشوفنا مسلا ان هو على حاجة معينة تعم؟ هنا بيعمل دراسة اهو للسام باس اهوة تبدخل شكل المبنى في المكان ده يبقى حلو ولا لا ولا كده شايف كل دي افطراحات لتصميم المبنى هو انت قاعدة في الاجتماع بتوري العميل كل الحاجات دي هو يبدأ اختار انسب حاجة ليه تمام؟ دي الشركة هيت لو هد عايز تعمل معها اللي بعده في برنامج وهنشوفه مع بعض دلوقتي حالا اهو برنامج انسكيب هنبدأ ناخد المشروع بتاعنا دوت وندخله على الانسكيب انسكيب ستطبته هقول له ستارت هيبدأ ياخد الموضل ده ويوديه الانسكيب اي تعديل بتعمله في نفس اللاحظة تشوفه الانسكيب يعني لو رسمت حيطها يظهر معك في الانسكيب في وقتها مجرد ان انت تدوس على ال في ار هيت سيت وانت موصل ال في ار خلاص اللي لابس النظارة ديت خلاص ما بيشوفش حاجة غير المشروع بس هنا بيقولك انها بتشغل على الاتش تي سي بي وبتشغل على وكل البرامج اللي هي خاصة به ال في ار والمكسد اه وبرنامج سهل جدا وعبكاري جدا هوت وبنتقدر تعمل بدراسات كويسة جدا في المشروع رندر بانراما بيطلحك زاوية ستين فلنو احنا اخترنا مسلا مكان جوه المسجد بقاش شايف غير جوه المسجد لنو احنا اخترنا مكان فوق خلاص انت شاف النقطة دي وشاف كل اللي حواليك وتقط تلف حواليك وتبدأ تشوف المكان كله فحاجة اه ما شاء الله حاجة كوي جدا تمام تقدر تقدر ترندر تقدر ترندر ال بانراما رندر فيبدأ يطلع لك الحاجة التوبة ستين وزا ما انت شاف هي ضغط الزر تعم طيب فيه برضو اه شيب ده برضو من ضمن البرامج اللي تلبس الفي ار وتبدأ تمشي جوه المشروع بتاعك فيه بقى حاجة ادفانس شوية اليونيتي والانريل دول محركات العيب تقدر تدخل مبنى بتاعك وتقدر تمشي عليه انا حتى اخترت اللعب على اساس ايه اه نرفع على نفسنا والناس اه ما تتخنعش مني اه لعبة وبتقدر تحطها وتقدر في ار تقدر تمشي جوه المبنى وهكذا هو محرك اللعب وبس يعني بتديت حاجة اسمها اه سير دي بيرسون شخص مثلا ويبدأ يمشي ويبدأ يشوف المكان يعني ممكن تعمل فيلا والرجل بالقاسهم يقدر يدخل في الفيلا ويتحرك ويبدأ حاجاتك كلها بدل ما انت بتقوله الفي ار انت طيب طيب اليونتي والانريل ويونجين كلهم حاجات الالعاب طيب خلونا بقى نجرب حاجة شير رب تنفع طيب هي المشكلة انه هو عشان تشوف شير بتاعتي اه طيب انا هوات الشاشة هي تحاول بس ايه ايه هشغل البرنامج اللي احنا قلنا عليه ايه ده برنامج هنشوف الحاجات ديت هتبقى 3D او بيعمل دواتي قضي انت عارفين ايه حصل دو بقتي المم كله هوت مثل ايه المم كله هوت وهي الورقة دي اللي انا بطفحها وبروح بقى الاجتماع وبعد كده بقى ايه تمام هو كده شايف كل حاجة في المبنى وبنقدر نعمل زوم ونقدر نقول له ايه لأ طب انا عايز طوابق فيبدأ يجيب لي طابق طوابق وبعدك ما يجيب لي كل طابق اقول له طب انا عايز اشوف صورة بتاعة القذة ديت تمام انا خاف بس الناس يكونوا قاعدين بياكلوا وده فعلا ممكن يكون بيحصل اهو انا شايفين ده كل ده ايه من خلال ورقة واحدة بس انا طبيعها اول ما بدخل فيها بيشوف كل الحاجات ديت تمام طبعا دي مش قطر تمام دي الاودة اللي احنا اخترناها تمام هقول له تمام وقول له مسلا طب انا عايز مسلا ايه المعلومات عن الغرفة دي تمام كل الدور اقدر اصدقوا جواه واقدر اشوف كل المعلومات اللي انا عايز عشان كده اقولت لكم اه سلطاوه البرنامج لو حد سلطاوه عايز يجربه ويجربه تمام انا هون جربه ياريت لو حد جرب يكتب لنا ان هو جرب ونشوفها ان شاء الله مع بعض تمام طيب الفيديو اللي انا عامله ظاهر معكم الفيديو ظاهر عندك طيب دلوقتي تمام لو حد عايز يجرب الحاجة سيدونات لوها لتيزة يعني تمام والبرنامج مجاني دكتور احمد مشرفنا ازاي حضرتك يا رب شون صعب ازايك دكتور الحمد لله بص دكتور اللي احنا نكون امكنا في دلوقتي ان انا ممكن اروح الاجتماع ومعاني صورة واحدة صورة واحدة اللي هي اه اوري رحضك دلوقتي اهية اهية هي الصورة دي مجرد بس بروح بها الاجتماع تمام طيب انا ممكن بقى الصورة دي اه اشغل عندي الطبيب معين اللي هم نتكلم عليه اسمه ايو جي جي دي تمام? اه خلينا اعمل شير سكرين بيبدأ يحوالي الصورة دي لحاجة اه تري دي هي شير دي مجرد ان انا عملتها بشكل دوت وشغل برنامج الايو جي دي البرنامج اوتوماتيك اول ما بيقول قسل الصورة ديت بيبدأ يوري المبنى ده سري دي بالشكل دوت تعم? واقدر ادخل جوه كل الكل الدور اللي جوه وده ممكن حتى يفيدني في الفسايلة منجمت ان انا اقدر ادخل على كل غرف الاطفال واقدر شوف كل تبصيل اللي موجودة وكل غرفة من دور اقدر ادخل جواها كأن انا موجود جواها وبشايف كل حاجة موجودة اعتبروا ان بيقول فتكش مش كده انا كده انا مش هتلاحب الكاميرا عشان بيش نقصين فاضي تمام? هنشوف ازاي ممكن تتعمل حاجة زي كده هو البرنامج سهل جدا البرنامج عبارة ان انا بدي له صورة وبدي له سري دي اربوطه لتنين ببعض تمام? فهو اوتوماتيك بيبدأ يفهم ان الحاجة ديت مرتبطة بمرتبطين ببعض طيب هتشغل شراح تانية بالشكل دو تخلي اني اخرج من الامر ده اه هو اول ما بيشوف اي صورة من الصور بيبدأ يرسل في بعضهم آآ طيب دي عبارة عن آآ صورة صورة معينة اول ملقصها بيبدأ يشغل فيديو تمام? طيب تعالي نشوف اللوقب بتاع الاي او جي جي دي كل واحد من دول مفروض ان هو مرتبط بفيديو بس اعب بياخد وقت تفتحمين او دولوقتي بيحمل الفيديو اللي احنا عايزين او حمل لي مسلا عربية هي تمام? العربية دي مش مجرب بس كده سري دي وخلاص كل واحدة من ضرار دول بتاعمل حاجة في واحد فيهم بيفتح للسقف تمام? في واحد فيهم مسلا بيفتح للباب من هنا تمام? واحد ممكن يفتح لي مسلا حاجات بتاعت السيامة مسلا نخليه الناس السقف لحشة المشكلات متر اه. تمام? فممكن فيه دروس تعليمية. تمام? كل الحاجة في العربية موجودة بتفسير تاعتك. طيب نشوف الشراحة تانية. ده مسلا حزاء اهو. تمام? بكل المصفات بتاعته وممكن ننسفه الجواه ونشوف كل تفسير اهو زي ما انت عايز. تمام? فده هي دي الفكرة بتاعت الاجمنتد رياليتي. والفيرشور آآ رياليتي. تمام? طبعا في مجال الصناعة زي ما احنا قلنا بيفتح لنا كتير كتير كتن. انا هشاء وقف. طيب. طيب. زي ما احنا زي ما احنا شايفين انه ممكن يفتح لنا كتير اه جدا ويوفر معي وقت كتير جدا. اه اللجمنتد رياليتي ممكن يفتح لنا في موضوع اه ان انا نخلي الملك يتخيل شكل المشروع يبعمل ازاي? ويتخيل شكل. والمهندسين نفسهم يتخيل شكل مشروع يبعمل ازاي? وممكن مسلا يعني تمرة مرات اكتب في مهندس بتاع بلامينج اكتشف ان في بعض المواسير الظاهرة برة فيه في الشارع فبدأ يعليجها اه منس الشارع فجأ بحاجات يعني كل واحد فينا بيبجأ بحاجات معينة بيبدأ يشوفها. في واحد مسلا فجأ ان كل السطر زي ما شفنا في المشروع دوت ما كانش فيه مصار معين فبدأ يحرق الحاجات عشان انت بقى فيه مصار. اه المواسير دي الدغطات بتاعة التكييف كانت عالية شوية فكالناس شايف فيها فبدأنا نقللها شوية وقابل نحن نقللناها نزلناها شوية ووسعنا لها مكان في الباربيت بحيس انها ما ان اللي ماشي في الشارع ما بقاش شايفة وهكذا. فدي فكرة الاجوانتد ريالتي والفرشو ريالتي وزي ان احنا بنستخدمها في موضوع الام. اللي مع البام وهكذا. انا منتظر الاسئلة بتاعكم ان شاء الله. لو حد عنده اي سؤال. انا جزاكم لكل خير. واحنا نقدر نسأل بعد البرزنتيشن الرائعة دي يا بشفانس عمر. انا ممبهرين دلوقتي. ما شاء الله حقيقي يعني. والله حقيقي. انا كنت بتفرج عليها على الفيسبوك بعد اما خلصت الورشة اللي انا بديها. بعكا حسيت الموضوع جامد اول. فقلت لأ لازم اخش جوع عشان هشكره. اللي عافية دكتر الله كانت بسر. طيب لو في اي حد عنده اي سؤال. طيب حد حد جرب لعبة من العاب كان فيها اجمانتد ريالتي او فرشوة ريالتي. اي لعبة من الالعاب. انا جربت لعبة ما كنت في المانيا عند مصطفى جبر. بس طبعا هو مش موجود دلوقتي انا ملحيتش حصته فانا لو اتكلمت عنها ممكن يزعى المانيا. بس هي كانت جميلة. انا لعبت معنا شوية الالعاب كده بس ما كانش في المحاضرة كامل. قبل المحاضرة. انا شوية بالجهزة اللي معانا. مم. تطبيقاتها مستقبلها رهيب يعني شراحة. والآيباد برو بتاعي اجمانتد ريالتي جدا دلوقتي والآيفون البرو اللي هو هالتوالف والحاجات دي. اه فيها. الاجهزة العادية برضو كمان بقيت فيها اجمانتد ريالتي. يعني حتى الاجهزة العادية بدأت يدخلو في الموضوع ده فبقى اسأل بكتير. طب حاج متخيل الحاجات دي حيباليها تطبيقات في العمارة على مستقبل كبير. انا عارف طبعا مصطفى جابر بيستخدمها في الكلاش ديكشن وحاجات كده. وحضرتك بتهالي كمان. بس هل هي هتتتوسع جامد ولا مطاقعي. يعني تخيلك للمستقبل ايه. دايما فضيشتة كل شوية يسألوا السؤال ده. ايه تخيلك للوفيس اوف دا فيوتر. فا ايه تخيل حضرتك للوفيس اوف دا فيوتر بعد التطبيقات الرائعة. الله يا كرم يا دكتور. اه يعني ده مثلا مشروع كنا استخدمنا في الفرشل ريالتي. اه وده ان فعلا نكتشف فيه اخطاء كتيرة في المشروع. ما كنوش نتشفها غير بعد ما نشاهد بس. وعالجناها اسنان التصميم. والمالك شاف المشروع. وعجبه الحاجة. فا مستقبلا مدام مشروع طبق انا حاجة فيه. وحسنا فعلا بسرق في الشغل. وجودة في الاداء. فاكيب للناس كلها هتبدأ تشوف حاجات زي كده. ممكن يخليني مسلا من اول المشروع. وانا شافت شاهد المشروع ومتخيله. وامتخيل شكل اخبص زي. انا عايز اقول لان في مشروع الشغلين في دلوقتي بس يعني ايه بدون زكرا سامي. انا شغال فيه حاليا يعني اللي فات كان عملنا زي اه اه حاجة زي في الشواريالك للمشروع. فاول ما خلص الاجتماع لقيت مهندس جاي اللي معليش شوارين الحاجات انت عرضتها تاني. سانك شفت اخطاء يعني صعبة هتتنفس. يعني هتبقى يعني المبنى جاي بكيرف معين. تمام? هبقى احضرات ان شاء الله بعد المحاضرة. اه فالكيرف دوت هيخلي الغرف اللي بوه متأكلة. تمام? فاتشف بعض المشاكل بمجرد ان هو عملنا فرشواريالك للمشروع. تمام? ده يعني بتفيد جدا جدا انه روح تكتشف المشاكل في اول المشروع. وانه بتتعملها سهلة. يعني البرامج اصبحت مثلا الانسكيب اهو سهل جدا واحد يتعامل معاه وضغط الزر واحدة. يروح مفعالك البي ار وتبدأ الناس كلها تشغل وتبقى شاف الملمة بالبي ار. مش محتاج ان انا ادخل ابرمج. طبعا لو انا عايز ابرمج الموضوع بيبقى قوي جدا بيستخدم اليونيتي والانريل والفاكات ديات والاتنين دول تقريبا مجاني. يعني هو بيقول لك ايه? هو مجاني لحد ما تتعمل ببرنامج كام الف دولار فتبقى تحسب عليها. او لو انت عايز تشغل مع فريق في مشروع كبير. فتقريبا بالنسبة لنا بيبقى هما بيضغلنا مجاني. الانريل واليونس. والانريل مصروح الملطر. وطبعا فيه برضو برنامج تاني. انا بصدامة اقول له هو التوين موشن. ده برضو فيه البي ار بسهل جدا. مجرد ان انت تشوف المبنى تقول له. سين توين موشن يبدأ يوريك المبنى في التوين موشن. وتبدأ بقى تطلع فيديوهات وتطلع صور التوين وستين. وكصة حلوة جدا وبدغطة مجتاجة. طبعا شرحناها التوين موشن ولنسكيب قبل كده. ده حضرتك شرحتهم في بيما ريبيا صح? على الا. اه. اه. اه طيب. يعني انا هم بظهر على اللينكات بقى وحطها في الكومنتات عشان لو حد يرحب. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. اللي احنا موجودين في هذا الوقت هو اللي عاملنا العزومة هو المدير بتاعة افريقيا وشرق الاوسط. مضبوط دكتور? مضبوط. مدير الاقليمي الافريقيا وشرق الافضل. ان شاء الله. ما شاء الله. بنا بارك حضرتك. ببركة فيكو يا بشوانسو عمر والله عاملين شغل رائع يعني. الحقيق. الله يكبرك. لو بيها الحضر. يوفقنا كده جميعا ان شاء الله. الله يخليه. الله يباركك. في اي حتى عنده اي اسئلة او اي استخصرات? امام جزاكم لا كل خير ولو اي حتى عنده اسئلة. ان شاء الله يبعث الاسئلة وان شاء الله نحاول نقابع. وجزاكم لا كل خير. جزاكم لا كل خير ماني.